يسعد لي وقاتكم اصدقائي من وين بتابعوني وباي وقت متابعوني اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد ووصفة جديدة وصفتنا اليوم او فيديو يوم وصفة كتير لذيذة ممكن نسميها الفطاة المحشية بالجبنة او معجنات هي بتشبه بيزا ومو بيزا ولا هي لحم عجين وصفتنا اليوم خاص نص اللي بحبوا المعجنات بعجينة طررية كتير ممكن تستعمل العجينة لجميع المعجنات يلا بنا على المقادير وطريقة التحضير ونقول بسم الله ونبلش بيرزمنا كوبين من الحليب الفاتر استهدوا اهم شيء الحليب يكون فاتر لا يكون سخنة ولا باردة منضيف عليها ملعقتين من الخميرة الفورية ملعقتين من السكر الحبيبات كمان ملعقة من الملح ورح نضيف نصف كوب من الزبادي اللي هو اللبن ومنحرك المكونات كتير منيح هلا رح نضيف السمنة او الزبدة طبعا استعملوا الزبدة طعم طيب يكون الطيب رح نضيف نصف كوب من الزبدة متل ما انتم شايفين زايبة هلا رح نضيف الطحين الطحين حسب نوع الطحين حتى يصير عجينة كتير طريقة اول شي ضفت خمس اكواب من الطحين بعده بلشت عجنتها والكوبين اخرين رح نضيفهم بالتدريج ممكن تعجنية بالايد او بالعجانة كلنا بنعرف عجينة المعجنات كل ما عجناها نحصل على عجينة ناجحة مليون بالمية هاي كوب السادس رح نضيفها ونرجع من هالجن العجينة والكوب السابع رح نضيفها بالتدريج حسب نوع الطحين ممكن تستعمل ست اكواب نصف لسبع اكواب انا استعمل تقريبا ست اكواب ونصف من الطحين متعدد استعمالات اهم ونحطها بمكان دافئ حتى تتخمر او يتضعف الحجمة وبهالا سناء رح نبلش نضيفها بالتدريج من الطحين متعدد استعمالات وماشاء الله صوت المضى رجع الشدوية والله يبعد الخير ونرجع لوصفتنا بعد ما عجنتها كتير منية حالة منتركها تتخمر تقريبا خمسة واربعين لساعة المدة تموم هم اهم شي تتخمر معكم العجينة بنحطها بمكان دافئ حتى تتخمر او يتضعف الحجمة وبهالا سناء رح نبلش نجهس مع بعض الحشوة منتركها تتخمر ونجهس مع بعض الحشوة طبعا الحشوة اختيارية انا رح استعمل الحشوة اللحمة بيعطي طعمة كتير طيبة منضيف اول شي الزيت وبعدين رح نضيف عليها حبتين من البصل مقطعين ناعم ونقلبها حتى يشقر هيك لون خفيف يعني ما بدنا يكون لون خميء يعني ثلاث اربع استواء للبصل متل ما انتو شايفين اهم شي النار يكون وسط بعد ما اخد اللون اللي نحن بدنا يها رح نضيف هلا عليها اللحمة طبعا كمية اللحمة اختيارية انا استعمل تقريبا كيلو من اللحمة المفرومة ممكن استعملي نص كيلو خمس وسبعين غرام حسب ممكن كمان بديل اللحمة تستعملي صدر دجاج مفروم نعم هاي شغلة اختيارية وكمية اللحمة والمعجنات والعجينة كلها اختيارية ممكن استعملي نص الكمية منترك اللحمة حتى تستوي معناها الاخير طبعا منقلبها بين لحظة والتانية ومنتركها حتى تستوي معناها رح نضيف هلا رشة بسيطة من القرفة مشان طعمة اللحمة هي انا بحسها من المطيبات اللحمة ممكن استعملي عن القرفة اذا ما بتحبوها هاي شغلة اختياري انا دايما بحب اضيف القرفة لللحمة المفرومة بحس بيعطي طعمة طيبة لقلق هلا رح نضيف تقريبا نصف ملعقة صغيرة من القرفة ومنرجع من حركة ومنتركها حتى تستوي وبعد ما استوي معي اللحمة رح نضيف البهارات استعملت الملح بعد 7 بهارات وكمان فلفل الاسود والفلفل الاحمر وبوترة التوم ومنرجع منخلط المكونات وهلا رح نضيف باقي المكونات طبعا منحركها ومنتركها تقريبا دقيقة حتى اللحمة ياخد طعم الملح والبهارات رح نضيف 4 حبات من الباندورا حجم وسط مقشرين ومقطعين الناع مثل ما هو واضح بالفيديو برجاء بحرقهم تحريكة بسيطة وطبعا بها الاسناء كلها النار يكون وسط انتبهوا النار يكون وسط ورح نضيف ملعقة من دبس الباندورا ممكن تضيفي كمان دبس الفلفلة اذا بتحبو حد او حلو هاي رجع لالكن نرجع من حركة وهلا رح نغطيها حتى تستوي معنا الباندورا اللي حطيناها مع اللحمة طبعا ميسار تشابهاتين ومشكي جوالات اذا لنقليلو وتشوى اخدين داري فيديو وانتكن خورنكا قليكي خوشا بتجاربينن اكيد منين بعاجبينن تركتها تقريبا تقريبا خمس دقائق ورجعت شفتها بدها لسا وقت كمان غطيتها وتركتها دقيقتين وهلا بعد ما استوى معي الحشوة رح نضيف التوم ضفت تقريبا ثلاث حبات من التوم وبرجع بخبركم مرة تاني او ما معقلت بالفيديو البهارات ممكن ضيفوا البهارات اللي بتحبوها ممكن حتى ضيفوا رشة بسيطة من الزعتر البري بيعطينكها كتير طيب وكمان ممكن ضيفوا حتى البغدونس او الكرفس للحشوة نطفي النار ومنتركها تبرد معنا الحشوة وماشاء الله العجينة ضعفت معي كتير متل ما انتو شايفين هلا رح نشكلهم الكرات حجم الكرات بيرجع لالكم ممكن اصغر او اكبر هاي شغلة بيرجع لالكم نشكلهم الكرات ومنغطي الكرات ومنبلش فورا نشتغل فيها يعني ما نخلي الكرات تخمر مرة تانية لا نغطيها ومنفورا نبلش نشتغله طبعا بيلزمنا الجبنة الجبنة البيضاء وجبنة موزرلا طبعا جبنة البيضاء هي للمعجنات الملح فيها كتير قليل بيرجع لالكم حسب انتو بتحبو اي نوع جبنة متوفرة عندكم عصة تحلي نشتغل عليها نرشع عليها شوية من الطحين ونبلش نمت العجينة بمتمنى بكل السهولة لانه ما شاء الله عجينة عنا كتير طرية وخبرتكم باول الفيديو اهم شي العجينة يكون طرية اذا بدكم المعجنات تنجح معكم لازم عجينة كتير طرية وتعجنوها كتير ميح برجع بخبركم هاي نوع العجينة ممكن استعمله لجميع المعجنات كتير طيبة وطرية بعد ما مديت العجينة بشكل طولي وشكل البيضوي هلا راح نحط الجبنة اللي هلا خلطناهن مع بعض بعد ما حطينا الجبنة منلف العجينة متل ما هو واضح بالفيديو اهم شي نسكره كتير منيح حتى بالفرن ما يطلع الجبنة منها طبعا انا قربت الفيديو او التصوير التصوير خرب معي مع الاسف وبهالاسناء لما الفرن يكون شغال طبعا من فوق والتحت اهم شي لما نستعمل الفرن الفرن يكون ساخن مسبقا بعد ما حطينا جبنة وسكرته كتير منيح بحاول استعمل الشوكة متل ما هو حتى متل ما خبرتكم الجبنة ما يطلع من الاطراف سهلة وبسيطة وبصراحة ما بياخد وقت منكم وبرجع بخبركم كمية اللحمة او الحشوية اللي بتستعملوا ممكن استغنوها اللحمة تستعملوا انواع الخضروات كمان بيطلع طيبة واللزيزة هاي صار عنا جاهزة نفرد واحد ثاني كمان مع بعض نرجع بنرجع شوية الطحين ومنمت العجينة بكل السهولة اول شي بالايد بعدين بالشوبك ونرجع نحط خلطة الجبنة ونقفل عليها كتير منيح متل ما هو هلا بيكون واضح بالفيديو اهم شي تساكروها كتير منيح لما بتحطو الجبنة حتى متل ما خبرتكم بالفرن ما يطلع الجبنة منها بعد ما حطينا الجبنة او خلطت الجبنة هلا مساكرها كتير منيح ومتل ما خبرتكم برجع بخبركم انتبهوا تساكروها كتير منيح طبعا انا حطيتها بالصينية واستعملت ورق الزبدة ممكن تدهونه الصينية بالشوية الزبدة او الزيت وتستغنوه عن ورق الزبدة هاي شغلة اختيارية انا استعملت ورق الزبدة ممكن تستغنوه عنها وهيك صار عندي الثانية كمان جاهزة وهيك رح نكمل كل الكمية بنفس الطريقة برجع بخبركم الحجم اختياري ممكن اصغر او اكبر هاي الشغلة بيرجع للكم وهي الثالثة كمان صارت عندي جاهزة وهلا رح نضيف الحشوة نضع حشوة اللحمة اول شي استعملت الشوكة متل ما انتوا شايفين واضح بالفيديو وبعدين نضع الحشوة اللي جهزناها ويكون برد معنا تماما وطبعا ملاحظة كتير مهمة لما انا جهزت الحشوة خليتها تنشف معي على الاخير نمد الحشوة على القطعة العجينة اللي جهزناها ومتل ما خبرتكم الفرن يكون حامي مسبقا على درجة حرارة 200-250 حسب فرن كل 6 بيت هلا ندخل على الفرن من فوق والتحت يكون شغال من استعمل الرف في الوسط حتى تحمر معنا ممكن تستغنوا عن الجبنة انا حبيت رشل شوية جبنة طبعا في منو استعمل جبنة وفي منو لا وهلا مندخنها بالبيت اللي عندن حساسية من البيت ممكن تستغنوا عنها انا حبيت تدهن الاطراف بالبيت استعملت بيضة كاملة متل ما انتوا شايفين مرش عليها شوية السمسم او حبة البركة باشا بخبركم اللي عندن حساسية من البيت ممكن تستغنوا عن هاي خطوة بتدهنوها بشوية الحليب وهيك بيكون الوصفة صارت متل ما انتوا بتكون واذا وصلتم معي لهون بتمنى لا تنسوني من لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل اشعارات بعد ما دهنتها بالبيت منرش عليها شوية السمسم ممكن حبة البركة هاي شغلة اختيارية مندخل على الفرن رف الوسط الفرن شغل من فوق واتحت حتى تتحمر معنا من فوق واتحت شكلها بعد الفرن متل ما انتوا شايفين بمانو ان استعملت جبنة ممكن استغنوا عن هاي خطوة بس ريحتها بتجنن وطعمتها كتير طيب تركتها تبرد بعدين قطعتها وخلا نشوف طراوتها ما شاء الله بسم الله ونشوف الطراوي بصراحة كتير طرية العجينة متل ما خبرتكم ممكن استعملوها لأي انواع المعجنات هاي الثاني كمان متل ما انتوا شايفين شكلها بتجنن ممكن استعملو جبنة للفوق ممكن استغنوا عنه هاي الشغلة بيرجع لالكم اختيارية وهيك وصلنا نهاية الفيديو بالعافية علينا عليكم بتمنى يعجبكم الفيديو واذا عجبكم شيروا على حبيكم اصحابكم حتى كل استفيد ولا تنسوني من لايك ما شاء الله الطعمة متل ما خبرتكم كتير لذيذة وصفتنا صارت جاهزة للتقديم مرة تانية بالعافية علينا عليكم وجربوها واكتبوا بالتعليقات شو رأيكم فيها اكتبوا تعليق حتى لو ملصق من اي بلد عم تابعوني ومتل ما خبرتكم اهلا وسهلا باي بلد بتكونوا باي وقت عم تابعوني شايفين الطراوي يا سلام بالسكين نقطعه ممكن هيك كاملة بس بمانوانة عملت حد كبير ممكن بالسكين نقطعه ونقدمه وصلنا نهاية الفيديو وبشوفكم بالخير بفيديوهات الجاي شكرا